يعني إيه شمول مالي وإزاي ما سألت دمج الاقتصاد غير الرسمي ده يعني يساهم في دعم الاقتصاد الشمول المالي ببساطة هو عبارة عن إيه عبارة عن إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة من عبر قنوات رسمية زي البنوك شركات التأمين شركات التمويل شركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز طيب هنا لما بنيجي نقور بطريقة رسمية يبقى لازم الجهة اللي بتقدم الخدمة دي لازم تكون جهة معتمدة من البنك المركزي لأنه احنا هنا بقى في نقطة في بعض القرى بالذات أن بيظهر شركات تمويل غير رسمية اللي أحيانا يقولوا عليهم المستريح سواء شركة أو فرد بيلم فلوس بهدف الاستثمار وفي النهاية لإما بيخسر لإما بيخدها ويهرب وتحصل المشكلة إذن لازم تكون قنوات رسمية طيب الشغول المالي فيديته إيه بشكل عام طبعا عايزين مثال بس يا دكتور في الأول مثال لخدمة من الخدمات اللي بتقدم طبعا على سبيل المثال عشان الناس تقدر تعرف طبعا يعني على سبيل المثال نحن أثناء جائحة كورونا كان فيه يعني إغلاق تام في بعض الدول وإغلاق جزئي في دول كتيرة زادت هنا الخدمات الرقمية البنكية يعني أنا قاعد في البيت أقدر أحول فلوس من مني إلى شركة أشتري حاجة أو من فرد إلى فرد من خلال محافظ الموبايل تقدر تشتري أو تبيع واخد بالحرك تقدر تعمل جميع خدماتك المالية تنشئ وديعة تشتري حاجة تدفع جميع الفواتير بتاعتك كل دي خدمات هي في النهاية بتتم من خلال قنوات رسمية دي مهمة جدا دي طب هي بتحزز الاقتصاد القومي ليه أو الاقتصاد بشكل عام لأن أولا الفلوس دي لما بتكون جوه البنك أو جوه مؤسسات رسمية مالية المؤسسات دي بتستخدم هذه البنوك أو هذه الأموال في مشروعات قومية أو في إقراض مستثمرين عشان يستثمرها لكن لما بتكون الفلوس موجودة في البيوت أولا صاحب الفلوس اللي حطيتها في البيوت بيخسر لأنه بيكتنز المال بيخسر الفايدة اللي كان ممكن ياخدها الفلوس الكاش وهي موجودة دايما في العالم بتؤدي إلى الفساد وقيمتها بتقلي كمان قيمتها بتقلي وتؤدي إلى الفساد إحنا النهاردة في سنة عشرين عشرة يعني ألفين وعشرة قمة مجموعة العشرين اللي اجتمعت في كوريا الجنوبية وضعت خطة شاملة للشمول المالي يعني نتكلم من 12 سنة قالوا إحنا عايزين نتيح الشمول المالي ده لجميع فئات المجتمع في المدن زي الريف للرجل زي المرأة لأن كانت معظم الدول اكتشفو أن نسبة المرأة اللي بتستخدم الشمول المالي أقل كتير جدا من الرجل الفئات اللي موجودة في القرى والنجوع أقل كتير جدا من المدن ليه؟ لأن الخدمات البنكية معظمها والمصرفية متركزة في المدن مفيش في القرى مفيش في القرى والمصرفية في القرى والمشاركات لكي تستخدم الشمول المالي